خير وصحبه إذا يريد بعد إزاليكم من تنسي تعمل الاشتراك في قناة واتفع لزر جرسة المونة برأيك عشان يوصل لكل جيد ولهن وفيكم بقرار عاجل حكومي بشأن القمح المحلي ما أقصه شأنت وزارة التوميين والتجارة الداخلية بعض الحملات الرقابية على مصانع الأعلافة والمزارع السمكية للتصدي لأي محاولات تهدف إلى استخدام القمح المحلي في غير الأغراض المخصص لها قرار حكومي بشأن القمح وحذرة وزارة التوميين على أصحاب مصانع الأعلافة والمسؤولين عن إدارتها لاستخدام القمح المحلي ثواء كان بمفرده أو مخلوطا بيتمن أو الحبوب أو أي مواد أخرى من مقونات الأعلافة بكافة أنواعها أو حيازة بقصد الاستخدام كذلك حذرة التوميين في القرار الصادر عن الوزير علي المصرحي الشهر الماضي على أصحاب المدارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيادته بقصد الاستخدام وأكد الوزير في قراره الثابق أنه يجب على أصحاب مطاحن القطاع الخاصة المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجتهم من الأقماح المستوردة ويحضر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التثويق إلا بتصريح من وزارة التوميين ومن يخالف ذلك يتم تحرير محضر بالمقالفة والتخاذ لجرات القانونية اللذمة من جانبه قال مجدي الخضر وكيل وزارة التوميين أنه في بداية توريد القمح تم وضع سعر عادل جدا بالنسبة للمزارع والوزير علي مصلحي جعل توريد القمح اختياري ووضع 1500 جنيه للإردابة وهو سعر عادل جدا للمزارع مشيرا إلى أن وزارة التوميين لاحظت أنه تم بيع القمح لغير الأغراض سواء للمزارع السمكية أو ما يستخدم كعلف للحيوان بسعر أعلى من المحدد في التموين وأضاف الخضر في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير على فضائية صد البلد السبتة أن قرار التوميين بحضر استخدام القمح المحلي على أصحاب مصانع العلافة والمزارع السمكية هدف هو استخدام القمح لأغراضه الرثمية موضحا أن الدولة تستخدم القمح من عجل إنتاج رضيف الخبز والدولة تتكلف مليارات الجنيهات كدعم للمواطن فكان لابد من الحفاظ على القمح وأن يورد الجهات المنوطة بها استلامة وتابع أن وزير التوميين أعطى تعليماته لكل مورد يورد القمح بأن يأخذ 10 كيلو ردة عن كل إردابة موضحا أنه تم شن حملة تفتشية على أصحاب مزارع السمك ومصانع العلافة وجد كميات القمح التي تستخدم في أغراض أخرى غير الغرض المخصص لها مؤكدا أن البعض يستخدم القمح في صناعة أعلاف المشيح والمزارع السمكية والحظر والعقوبات ستكون على أصحاب المصانع والمزارع السمكية وليس على الفلاح وهناك أعلاف مخصصة للمشيح والأسماك ولن تحدث أذمة كما أن القرار لن يشمل منتج العيش الحر من جانبه قال سيدة خليفة نقيبة الذراعينة أن قرار التوميين بشأن حظر استخدام القمح المحلي في مصانع العلافة تضمن أيضا منع أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من استخدام القمح المحلي أو حيازاته بقصد الاستخدام بأي شكل من الأشكال وأضاف خليفة في تصريحات الإصادة البلد أن وزارة التوميين ما ذالت مستمرة في استلام القمح المحلي من المذرعين متابعا تم تسليم أكثر من 2 مليون طن قمح لصالح حية الثلع التموينية بسعر 1050 جنيه للردب زينت 150 كيلو جورام ودرية نظافة 23.5 في قرارتة وسعر 1475 جنيه للردب درية نظافة 23 قرارتة و 1450 جنيه للردب درية نظافة 22.5 على جامعة آخر تستمر وزارة التوميين والتجارة الداخلية في استلام القمح المحلي من المذرعين حيث تسلمت أكثر من 2 مليون طن قمح لصالح حية الثلع التموينية بسعر 1500 جنيه للردب زينت 1500 كيلو جورام ودرية نظافة 23.5 قرارتة وسعر 1475 جنيه للردب درية نظافة 23 قرارتة و 1450 جنيه للردب درية نظافة 22.5 جنيه وذلك لجميع الأصناف المذرع محليا شريطة أن تكون خالية من الإطابة الحشرية والرمل والزرطة وبدرية نظافة تقل عن 22.5 قرارتة ووضعت وزارة التموين العديد من الضواب بشأن الطرف وأسعار النخالة الخشنة وخليط الذوائد للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم الحصول على كميات القمح المستورد من خلال البرصة المصرية ليفسلها وجاء نص القرار بأن المذرعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي من بداية الموسم 11.4.2023 يتم الصرف 10 كيلو جرامات لنخالة خشنة خليط ذوائد من المطاحن التموينية لكل إردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخدين التابعة للجهات المسوقة وفي حالة التوريد بمعرفة المذارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمدة من لجنة استلام موضحة به الكميات ومكان التوريد وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحياذة الزراعية وبهذا قد أوفيناكم بقرار حكومي عاجل بشأن القمح المحلي لا تنسوا الاشتراك في قناة الفيديو الرجال السلام عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة